بالرباط تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ووزارة الاقتصاد والمالية وصندوق محمد السادس للإستثمار وصندوق الإدعاء والتدبير الاتفاقية تهم إطلاق آليات التمويل المبتكرة لفائدة صندوق الشركات الناشئة اليوم وقعنا على اتفاقية مهمة الهدف منها هو أنه نوضع آليات تمويل مبتكرة باش نشجع المستثمرين على أنهم يستثمروا في الشركات الناشئة المغربية هذا الشيء غد يمكن على أنه الشركات الناشئة المغربية غد يكون عندها تمويلات أكتر في مختلف مراحل الحياة ديالها توقيع هذه المذكرة يأتي تنفيذا لتوجهات الملكية السامية الداعية إلى تشجيع الشركات الناشئة المغربية وجعلها أكثر جاذبية وتشجيع على الاستثمار بآليات تمويل مشتركة لهدف جلب المزيد من المستثمرين المغاربة والأجانب هدف من هذا الشيء هو أنه سنوضع حوالي مليار ونصف مليون درهم من القطاع العام وكان هدفه على جلب الاستثمارات بحوالي مليار أو مليار ونصف مليار درهم ليكون عندنا صندوق أو صندوق تتكلف بالمقاولات الناشئة الاتفاقية ترم توفير تمويلات ملائمة لخصوصيات المقاولات الناشئة التي تختلف طرق تمويلها عن طرق تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة والتي تقوم على الشراكة بين الحكومة وصندوق الإضاع والتدبير وصندوق محمد السادس للاستثمار